نكملوا دابة التحول نحو عقليات المقاول بغيت نخليكم تأملوه في واحد جوجد المقترحين اللي غاديكملوا التحول نحو المقاولة اللول بدأ دابة الصفر ديال الف كيلومتر كيبدأ بخطوة وحدة الخوف كي منع الناس انهم بيبدأوا الخدمة عقلهم كيختار الالاف دلأعضار باش كيف سلهم علاج هما ماشي عليه استعداد باش يبدأوا كي بدأوا يقولوا غير نبداو السيمانة الجاية كي لزمني نقاد لقي حد الأسماء كي لزمني تكون عندي لكارت فيزيت كي يخصني نشري واحد الكارتة باش ندير فيها الوثائق ما تغوصوش بزاف هاد الركود بزاف الناس كي وقعو ضحيات هاد الفخ خصني 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 وفاش كي وجدوا ما كيدوزوج للخدمة باش نكون صارح معكم المرحلة الاكتر صعوبة اللي خصصكم تعبروها هي بداية الصفر ديال الف كيلو مدر نقترح عليكم تجاوزو بسرعة تغلبو على الخوف بدون تفكير بكل بساطة دفع بالجسم ديالك الامام وبلا ما تتحرك رجلك اليمنية ستتحرك الامام وغتمنعك انك تطيح مرة اخرى دفع بالجسم ديالك الامام وغتلقى رجلك اليسارية هي غتتتحرك ما توقفش هنا بداف الحركة دفع بجسم ديالك الامام مرة اخرى وغتلاحظ المعجزة بانرجلك اليمنية مرة اخرى غتتحرك الامام وحتى الى تحتين على الاقل رك حققتي واحد تقدم كمل الجزء الصعب من هات الصفر ديال الف كيلو متر فارك بديتي تقدرت كنت كتعقل على دروس ديالك في الفيزيك وقوانين نيوتون نعم القانون الليولك يقول يضل الجسم في حالته الساكنة ما لم تؤثر عليه قوة تغيير خارجية وتغير ما صارح خدم بانها تكون هاد القوة الخارجية هي قوتك العقلية ورغم عقلك انه يواصل ويتقدم نوعدكم بان نرجلكم غتمنعكم انكم تطيحوا وذبا مع القانون الثاني ديالين يطول غيدخل في التأثير وليك يقول ان اي جسم كيبقى في حركة ما دم كيتحرق فراني نجحت في حين انه تسعين في المئة في الناس فشلو؟ بدا نابليون هي لطلب من الحضور ديالو شحل عدد المرات في المتوسط اللي كيحاول فيها واحد شخص ما يحقق الهدف ديالو قبل ما كيستسلم بعد ما حاول الحضور يجاوب على هاد السؤال اعطى الجواب الجواب كان اقل من مرة اغلب الناس كيستسلموا قبل ما كيبدوا واخاك كانوا كيبغيوا ويحسنوا الاوضاع ديالهم ويزيدوا في المدخول ويحققوا المزيد فلاغلب الناس عايشين وكين في العقل ديالهم ما نقدرش وكيستسلموا قبل ما كيجربوا اذا قبل ما تتلاشى الارادة ديالك تحرك دابا غيخصك تبدأ فش تكون المشاعي ديالك في افضل حالات ديالها والعازيمة قوية الان هو الوقت المناسب جي مرون كتب بدون احاسيس مستعجلة الرغبة كتفقد قيمتها جاء الوقت الخدمة انا جيد دابا ماشي الاسبوع القادم ولا غده ولا في وقت اخر هاد اليوم فش تسالي من انك تسمع هذا التسجيل بغيتك تدزل الخدمة هز المنتوج وشاركه مع ثلاثة الناس دابا لانه يمكنك تقوله بصيدق بان احد الاصدقاء ديالك عرض عليك هذا المنتوج جربته وجدته رائع وممتاز سيجدك تجربه حتى انت و سيسولك ماذا كان في هذا المنتوج وكيف استخدمته يمكنك تقول الحقيقة انا ما عارش الحاجة اللي كان عارفه اني استعملته وخدمي اليوم مزيان يمكنك انت تجربه بنفسك ولا يمكنك تقول لأحد الاصدقاء ديالك بانك جيت متحمس لفكرة المشروع وكنضم بانيني حتى انا غدي نجربه وصراحة مليش نشرحه الكدابة مزيان ولكن انا متأكد بان هاد السجيل هاد الصوتي اللي غدي نعطيك لهاد الفيديو غيشرح لك مزيان فهاد الحالة ولا الجهل ديالك افضل ميزة وفائدة على القدر اللي قديتي دوزل الخدمة باش قدر تشوف داك النجاح في اقرب وقت سمحولي نعطيكم هاد طريقة اللي غتسمح لكم بدخل النجاح وبصرع فشل بزاف وبصرع السيد واتسون الرئيس السابق دير اي بي ام قال بان مفتح النجاح كي يكمن في الاخفاقات الكتير لابغيتين المزيد من النجاح ضاعف المعدد للاخفاقات وكي يقول دارين هاردي هاد اول فلسفة في النجاح تعلمها وبسببها ربح الملايين في هات السنوات اللي دازو وداباك يعلم هاليكم ما يكونش الهدف ديالك شحد الناس غادي يشلوم عندك البخودوي ولا شحمن واحد غيقبل المشروع ديالك خلي المشروع ديالك هو شحمن واحد غيقلك الله خلي الله هي الهدف ديالك علاش؟ حيث سيد واتسون قالها لنا وهي مفتاح النجاح نخلي الله هي الهدف ديالي ماشي فقط نوافق على ان الناس غيقلوا لي الله ولكن بالاكس انني يكون فرحان انهم يرفضوا المقترح ديالي وماشي طلع لي الدم وانني اخطط خطوة كبيرة نحوى تحقيق الاهداف ديالي هاد الحالة الفكرية غيكون عندها تأثير رائع على الطريقة ديال تفكير ديالك والفهم وتقبل الرفض والفشل وغادي تشوف انك كتتقدم عوض ما كتفشل وغادي تشعر بالفوز عوض الخسارة وغادي تقلب عليه عوض انك تجنبه في نهاية المطاف ما هي ايه المسألة حسابية بغيتك تتذكرها في خلال المسار ديالك نحوى تطوير المشروع ديالك البعض غادي يقول لك ايه والبعض غا يقول لك لا اللي غايزنك هو انك تدوز للشخص الموعي بغيتك تاخد المسألة على انها تحدي دابا بغيت نوضعك في تحدي باش تحقق هذا على انه هدفك الول وراه هدف كبير بغيتك تكون مستعد يمكنك تقسموه على جوجو على الاربعة ولا على النص او اربعة تقلب على عشرات الناس اللي غادي يقولك لا في هذه السبع ايام الجاية تقدر تكون لا شكرا ما يمكنش واش حماقيتي ولا ببسطة لا ولكن ما تحسبش ربما باش تنجح في هذا الهدف كي توجب عليك تحصل على عشرة ديال لا متأكد منها دابا داك شى اللي قالوا جي مارون عارض عليهم بانهم يكونوا واحد من السبعة على عشرة اللي غايقولوا لا هكذا غي تطبق عليك قانون الاحتمال وقانون المتوسط دير هاد القاضية طارد انك غت اقترح المشروع على ثلاثين شخص في هذه السبع ايام اللي جاية عشين منهم تقريبا غتكون عندهم واحدة ردود افعال بلا ما يفكرهم زيان فيما انك غتكون تدير معهم عملية تتبع العرض يلغس يكون عنده واحدة جودة هدا يعني انك غتوضع بندهم المنتوج او المشروع غتعطاهم تسجيل صوتي فيديو مجلة غتدير معهم ندوة بالهاتف او اي ادات من الادوات ومن بعد سوى لهم واش غي بغيوا يشريو ولا غي بغيوا يحصلوا على ذاك شي اللي حصلتين علي انت في المشروع وانك غتنجح مزيان في هاد المشروع بهم ولا بلا بهم وسوى لهم واش غريتبدو هاد المشروع ولا لا هاد شي اللي كاين وصيروا وقلبوا على عشرة الناس غيقول للكم لا خلال هاد عملية من المحتمل انا كتلقاشي واحد غيقول لك اياه غيقول لك اياه كان قبل هاد المقترح ديالك وليه غن تبعك ولكن ماشي هاد او الهدف ديالك فقط هادي واحد العمولة ممتعة الهدف هو تلقى عشرة ديال الله مزيان دابة ديرها هاد يقدر يكون تحدي الاهم اللي ما زال ما خديتيش بحياتك ماشي حيث صعيب حيث عنده واحد تأثير سيحري انك تدير هاد شي بنفسك ايطار انك كتتقدم وكتتخطى ما يكفي من العقبات باش تفوز بانتصارات كتيرة ويكون عندك الحد في الاستمرار هاكده كل يوم هاد العملية وفي البداية يمكن لها تخلق الفرق خلال انتقالك نحول المقاولة وغا تعطيك في السنة ولف العامين ولف ثلاث سنين جاية السبب علش غادي يكون عندك وحدنويات حياة رائعة مع مداخل كبيرة وحرية في الوقت ننشوف الصفر حول العالم وغا تعطي مساهمة ذات مغزى لاشخاص خورين ومنظمة خورة كيهمك الامر دياله طريقة اللي غا تنتهي بها هاد المغامرة بالنسبة لك تعتمد بزاف على كيف ش بدات بدا دابا ودابا مع العنصر الاخير لغيتو اجب عليكم دخلوا لمرحاتكم انتقالية نحول المقاولة وهو مهم لحته عند كل اشخاص اللي حققوا انجازات كبيرة وليتلقتهم وهو العزيمة عزيز علي واحد المقولة تشي حاجة ميم كلها تقاوم ارادة الانسان فاش كي يكون مستعد ومند البداية ومند البداية العمل حتى اخر يوم في حياته باش يوصل الاهداف دياله هدا كي يعني ببساطة انا غادي نديرها ولا نموت واو حتى حاجة ميمك لا توقف امام طريقك بهاد القناعة بغيت منكم انه تكون عندكم رؤية لشركتكم الجديدة ومشروعكم الجديد بحشي جبل في حياتكم بهاد العزيمة